واجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي المحافظين بالتحرك الفوري لمتابعة الموقف ميدانيا على الأرض مع رفع حالة الطوارئ إلى درجة القصوى والإسرع بتحريك المعدات اللازمة لمواجهة الأثار المترطبة على سقوط الأمطار بهذه الغزارة وخاصة كسح المياه باستمرار لضمان انتظام حركة السير على الطرق والأسيام على الطرق السريعة جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مع عدد من المحافظين والمسؤولين عبر تقانية الفيديو كونفرنس لاستعرض موقف حالة التقالبات الجوية الراهنة وخاصة الأمطار والرياح والإجراءات المتخدة لمواجهة تلك الظروف لتقليل الأثار السلبية الناجمة عنها وخلال الاجتماع وجه مدبولي بتواجد مجموعات الطوارئ المتخصصة للتعاون مع أي انقطاعا للمرافق وكذا فرق الإغاثة على الطرق السريعة على وجه الخصوص مشيرا إلى أهمية التنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية ومتابعة ما يصدر عنها من تقارير وتوقعات لحالة التقص بوجه عام فضلا عن انتظام إنعقاد غرف العمليات والطوارئ بالمحافظات على مدار الساعة